شدد وزير الخارجية بدر عبد العاطي على تطلع مصر للتنصيق بشكل وثيق مع المجر في مختلف الملفات خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي ودفع أوجه التعاون المشترك بالمجالات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري وخلال اتصال هاتفي مع نظيره المجري بيتر سيارتو أكد وزير الخارجية تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الجانب المجري في مجال التصنيع المشترك بمصر وموصلة التنصيق الثنائي في موضوعات مكافحة الهجرة غير النظامية هذا واستعرض الوزيران الأحداث الجارية في قطاع غزة حيث أكد عبد العاطي تطلع مصر لقيام الاتحاد الأوروبي تحت رئاسة المجر باتخاذ مواقف بناء إزاء الحرب في القطاع وذلك من خلال المطالبة بوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية وبدء محادثات سياسية تؤدي إلى إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة